ومن غزة تنضم إلينا مراسلة الغد الآن نيفين سليم بداية نيفين كيف بدت ردود الفعل من حولك عن استقالة لبرمان نعم يعني الفصائل الفلسطينية مجتمعة في غزة وصفت هذه الاستقالة بأنها انتصار سياسي للمقاومة وهزيمة سياسية للمؤسسة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية حركة حماس قالت أن استقالة لبرمان جاءت نتيجة اعترافه بالهزيمة السياسية أمام شروط المقاومة وأمام صنودها أمام العدوان الإسرائيلي الذي شن خلال يومين ماضيين على قطاع غزة ودعت إلى تظاهرات عصر هذا اليوم أمام منزل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة حركة الجهاد الإسلامي أيضا قالت أن استقالة لبرمان هي واحدة من التداعيات السياسية السريعة لفشل الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على قطاع غزة وهو تهرب لبرمان من مسؤولياته التي فرضت عليه أمام صنود غزة وأمام صنود المقاومة أيضا كان هناك تصريح من قبل أيضا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ووصفت فيه استقالة لبرمان أيضا بأنها جاءت نتيجة لفشله في إدارة العملية الأمنية والتي حادثت في مدينة خان يونس قبل ثلاثة أيام وفشله أيضا في التصعيد الجيش الإسرائيلي من عدوانه على قطاع غزة وهذه الاستقالة هي جاءت لعدم الصمود أمام المقاومة الفلسطينية وأن هذه الاستقالة كانت متوقعة بعد الهزيمة التي مني بها الجيش هنا داخل قطاع غزة نعم نبيين ماذا بالنسبة للوضع في قطاع غزة كيف تبدو الأوضاع الآن بعد هذه التهدئة وهل تتقو الفصائل ربما في حكومة نتنياه للالتزام بهذه التهدئة نعم يعني حالة من الهدوء هنا داخل قطاع غزة الحياة هنا تسير بشكل طبيعي منذ صباح هذا اليوم المدارس المؤسسات الوزارات الحكومية جميعها فتحت أبوابها بعد أن أغلقت يوم أمس بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الفصائل حتى هذه اللحظة ملتزمة بالتهدئة بعد أن ثبتت بجهود مصرية وبجهود أممية وقالت أنها سوف تلتزم بها ولن تطلق أي صاروخ من قطاع غزة نحو مستوطنات الغلاف طالما التزم الاحتلال بذلك صباح هذا اليوم حضر وفد أممي متمثلا بنائب نيكولاي ميلادينوف إلى قطاع غزة التقى قيادة حركة حماس لتثبيت جهود هذه التهدئة على الأرض نعم أشكرك شكرا جزيلا لكي من غزة مراسيات الغد نيفينيس ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر